في ناس عندها النغمة دي يقولك عهد قديم هل احنا بنفصل بين العهدين؟ كتاب مقدس واحد لكن مع ذلك تعال نشوف العهد الجديد بيقول ايه؟ في رسالة العبرانيين إصحاح عشر فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد زبيح عن الخطايا بل قبول دينونة مخيف وغيرت نار عتيدة أن تأكل المضادين الكلام ده لو أنا ما قلت لكمش من العبرانيين وسألتكم تريد عهد قديم دي اعطل نفس ربنا هو هو بيتغيرش من خالف نموس موسى على شاهدين أو ثلاثة يموت بدون رقفه ده عهد النموس طب عهد النعمة قال بالعكس ده أكتر فكم عقابا أشر تظنون أنه يحصى مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دانيسا وازدره بروح النعمة فإننا نعرف الذي قال ليه الانتقام أنا أجازي يقول للرب وأيضا الرب يدين شعبه وبعدين يقول معلمنا بولس العبارة المرعبة دي مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي إذن الله بيعاقب ده مبدئيا يعني الله بيعاقب في العهد الجديد ما سمعناش قصة حنانيا وسفيرة ما سمعناش قصة سيمون الساحر اللي جال أعمى وبيلتمس طريقه ما سمعناش خاطي كورونسوس اللي بولس أرسل يعاقبه مش كده وبس في رسالة تسالونيكي التانية صحاح واحد اقروا معايا بتركيز إن النص ده يفرحنا مش يخوف كنا الله بيعاقب لحاجة تفرحنا مش تخوف يقول إذ هو عادل عند الله أن الَّذِينَ يُضَايِكُونَكُمْ يُجَازِيهِمْ ضِيقًا بيعاقب